السلام عليكم زيكا شباب. الفيديو ده ما كنتش ناوي اعمله دلوقتي. الا لما اللعبة تبدأ تشتغل. لكن في توضيح مهم بالنسبة لتحديث اللعبة. اولا عايز اقول بس لشخص يعني هو كاتب تعليق. يعني انا بشكرا عليه بصراحة. لان هو قال لي انت يوتيوبر كذاب بسبب مرضو التحديثات او بسبب نفس مشكلة التحديث والكلام ده. وسحبت الشركاء الموضوع مش موضوع ساحب اشتراكه او اشترك والكلام ده. الموضوع كلها في اللي انت يوتيوبر كذاب. انا بقى نفس افهم انا جزبت في ايه? في اللي انا قلته. اساسا. يعني من البدايات الخالص لما نزلت في التحديثاته عمال اقول ان اللعبة تنزل يوم تسعة. تمام? في كمع فرق توقيت بين الدول بتاعتهم والدول بتاعتنا. تمام? احنا سيرفرات العربية مش موجودة اساسا عندهم. هم بشغلنا على استراليا ودول تانية. فيه فرق توقيت. هم عامنين توقيت الساعة عشرة بتوقيت المحيط الهادي او توقيت العالمي بتاعهم. يعني فيه فرق تلس ساعات بيننا وبينهم. ففيه فرق تلس ساعات. فانا طبعا لما انا عملت في اه شغلت الفي بي ان على استراليا. اقول لك ازاي تشغل في بي ان دلوقتي على استراليا. عشان هبدألك القصة من بدايتك. بس كده معي اه صلى عن النبي. اول حاجة هنعملها هنشغل الفي بي ان وهنجيبه على دولة استراليا. تمام? ده اول حاجة. انت بتشغل في بي ان عندك الاستراليا على طول. بعد كده انت عايز بقى تحمل اللعبة او تعمل تحديث للعبة فبتروحها لجوجل بي بشارط ان انت تغير سيرفر جوجل بي لي على استراليا. انت خليه استراليا عشان خاطر يجي لك التحديث. طبعا عشان انا حديثت فانا كاتب لي بي لي. لكن انت هيجي لك في لازم تعمل او تحديث للعبة. تمام? دي ما فيهش فيها اي حاجة خالص. لازم تغير السيرفر بتاع جوجل بي لي الاول على استراليا عشان تحدس اللعبة. دي اول حاجة تعملها. تمام كده يا شباب? طبعا اللعبة بتاخد وقت في التحديث. والكلام ده كله. وبعد كده بتعمل استكمال الملفات. وتبدأ اللي انت تسبت اللعبة عندك على الهاتف. بتجي لك الرسالة ديت. اللي انت بتعلم على الخنات اللي موجودة المربعات ديت. بتخلصها خالص وتضع تكونفيرم. وبعد كده اللعبة تحس اللي هي هتبدأ تدخل معك. ده بعد ما انت تسجلت. طبعا اللعبة مش هتدخل معك لان اللعبة موجودة تحت الصيانة. ليه تحت الصيانة? دي بقى رد ارينا بريك اوت اللي انت تقدر تخش على تويتر. لو انت لو انا بقى كذاب تقدر تخش على تويتر والصفحة بتاعتهم. وتقدر اللي انت تقدر اللي انت تقرأ الكلام اللي موجود فيها. هتلاقى احتزار رسمي من ارينا بريك اوت عن موضوع المشكلة اللي عندهم. لهم لقوا ان في مشاكل في اللعبة وان التحديث هيتأخر شوية. يعني السيرفر هيتأخر شوية في الفتح وممكن يبقى فيه تحديث كمان وانت ماتش اخد بالك. يعني ممكن يعمل تحديث. الناس لقيت ان فيه اخطاء في اللعبة. فحبه اللي هما يأخروا موضوع التحديث شوية. دي هم صحاب اللعبة وهم قادرة بها. فجماعي يعني انا باجي اتكلم في اي حاجة انا باجيبها من مواضحها الرسمية. يعني من مكانها الرسمي. انا بقولش حاجة من عندي. تمام? انت تقدر تطلع. تدخل على تويتر. تدخل على صفحة بتاعتهم. تخش على اليوتيوب. تخش على الفيسبوك. تخش على اي صفحة خاص بقرينا بريك قوتين رسمية. مش اي كلام. واقرأ الكلام اتلاقيني انا مكتبتش عليك في اي حاجة. هو الكلام بتاعهم هما اضرى بيه. هما حسوا ان فيه مشكلة فاخروا الموضوع. فالموضوع مش عندي. والله يعني الموضوع عندي. لو انا صاحب اللعبة سدقنا اشغالها لك من مبارح. مش دلوقتي. لو انا صاحب اللعبة. دلوقتي شباب برضو يعني بعد اذنكم كلكم جميعا. يعني تقدروا دلوقتي تدخلوا على تويتر. وتقرؤ التويتر اللي هم كانت بينها. وتقدر كمان تدخل على التعليقات وتشوف المشكلة فين والكلام ده. فانت ممكن تتابع معهم برضو. وانا برضو ان شاء الله لو في اي جديد هقدر هقوله لكم بازن الله. تحياتي للجميع. السلام عليكم.